اهلا بحضراتكم الجديد يمكن قبل الفاصل كنا خلصنا كل الاخبار لداخل النادي الاهلاء وداخل جدران النادي الاهلي خلينا نروح لاخبارنا المحلية ويعني دايما الفترة اللي فاتت بنلاقي في اخبارنا يا اما بطولتين تلاتة كل شهر يعني شهر يناير اللي فات لو تفتكروا كان فيه بطولة افريقيا لكرة اليد اللي زيناء على شاشة قناة النادي الاهلي كان فيه بطولة السلاح كان فيه بطولة الرماية انا اسف كاس علام رماية هتلاقي كل شهر عندك بطولتين تلاتة على مستوى دولي او علامي او افريقيا طيب ده يعني دليل كبير ان مصر عندها الحقيقة الامكانيات والادوات اللي تمكنها من استضافة هذه الاحداث الجميل كمان ان احنا شفنا ان منتخباتنا بدأت تخش في المنافسة في هذه البطولات يعني لو كلمنا في كورة اليد الحمد لله بنتكلم فيه اول افريقيا المرة التالتة على التوالي والتاسع لقب التاسع باكتساح الحمد لله يعني احنا فوزنا بكل مبارياتنا باريحية عندكاس علام للرماية عزمي محلبة اللي خد بطولة العالم والموجودة عندنا فدايما بتلاقي البطولات ده الشهر اللي فات بنكلم شهر اللي فات ومنازمة ان شاء الله احتمال كبير يكون معانا طبعا هذا البطل العلامي اللومبي الكبير عزمي محلبة يكون معانا حلقة قريبة فالقصد اقول لكم انه يعني كل البطولات اللي بتتنظم في مصر هتلاقي عندنا دايما اداء كويس الخماس اللي بتنظم فبقى عندك الاستفادة كبيرة كان زمان مصر بتنظم البطولات بس الحقيقة هنقول الصراحة مش هنتحك على بعض كان ممكن تبقى فرقنا بتيجي بتأخرة ولكن النهاردة لا انت بتنظم بتنجح اداريا قدام العالم كله وبتستضيف قدام الدنيا كلها بنجاح باهر وفي نفس الوقت بتخش تنفس طيب احد هذه البطولات اللي جاية الشهر ده هو الريشة الريشة الطائرة عندنا بطولة افريقيا عشرين اربعة وعشرين والحقيقة يعني الاتحاد الريشة الطائرة من الاتحادات اللي شغالة واللي هو بيدير اللعبة سواء للاصحاء او كمان البراليميين فاكيد مجهود كبير منه بطولة افريقيا اللي جاية اللي هتقام في الفترة من 12 ل 18 فبراي اللي احنا فيه الاتحاد اعلن عن لوجو البطولة او شعار البطولة زي ما نقول باللغة العربية المسؤولين في اتحاد الريشة الطائرة بالقاس الدكتور علي حسب الله كشفوا عن شعار بطولة افريقيا اللي جاية للكبار واللي هتصدفها مصر كمان ايام زي ما قلت لحضراتكم البطولة هتتلاعب في الفترة من 12 ل 18 فبراي اللي احنا فيه هتتلاعب فيه صالة اربعة باستاذ القاري شعار البطولة بيرمز للعبة الريشة وزهرة اللوتس واللي هي الرمز الرئيسي للتنوير الروحي عند القدماء الفراعينة وتم اختيار الوانها متوافقة مع الوان عالم جمهورية مصر العربية ده اللوجو سبولي شوية جماعة الشاشة ايوا ده اللوجو او شعار البطولة يعني بأمانة لا شكله حاجة جديدة محترمة يعني دايما كنا نلاقي شكل فرعوني شوية حد فرعوني بيرمي كورة بتاع بس النهاردة زهرة اللوتس لما تطلع بالشكل ده لا حلوة يعني الحقيقة الشعار ده اول مرة يعني اشوف الديزاين ده او اشوف يعني الشكل ده في الديزاين ومن المتوقع البطولة دي شارك في عدة كبيرة منتخبات افريقيا وده هيبان بشكل كبير خلال يومين جايين دول لان انطلاق البطولة هيكون يوم الاتين اللي جاي والفرق بتأكد تباعا فرق ورد تانية او منتخب ورد تاني مشاركته اللي هيفوز بلقب البطولة دي هيصعد يعني على صعيد الفرق سواء رجال او سيدات هيتأهل او هيصعد بشكل مباشر لبطولة العالم اللي هتتلقى في الصين شهر اربع اللي جاي وكمان اللي هيفوز بلقب الفردي هيساعده بنسبة كبيرة في سباق التأهل للأمبياد اللي جاية باذن الله